كان فيه صراع مع الوالد والوالدة ودلوقتي لما الأدوار تبدلت أنت دلوقتي وليت أمر فيه أولاد فإزاي تبادل الأدوار ده كان فارق والمشاكل هل اختلفت الزمان عن دلوقتي ولا لا؟ أعتقد المشاكل بتفضل موجودة لأن فارق الأجيال زي ما حالك بتقول وفارق إن ده بيبقى سن مرحقة أو سنة حتى أصغر من كده بيبقى عنده دايما الطفل أو السن ده بيبقى عنده اهتمامات مختلفة فصعب إن إحنا نلاقي أرضية مشتركة بين إحنا الاتنين بس أنا في حالتي أنا أنا كنت طفلة بحب الفن فكانت كل اهتماماتي اهتمامات فنية وبالصدفة كانت والدتي كاتبة ومخرجة مصرحية كانت في الكويت يعني فكان دايما اهتماماتنا واحدة فممكن تخرج مصرحية أشتغل فيها وأنا طفلة فحببتني في الفن بس الصدفة هي اللي خلت كل طاقيته مع بعض بالزبط فيه أرضية مشتركة دلوقتي بحاول بشكل مختلف إن بنتي وهي برغم إن هي يعني تقريبا 17-18 سنة بحاول أنزلها إنها تنزل ترينيج مساعدة مخرج هي كمان طالعة بتحب الفن فبرضو فيه بنا أرضية مشتركة أرضية مشتركة دالين إن أولادي الاتنين لا ما بيحبوش الفن مش اهتماماتهم ما حبوش الموضوع الوسط خالص لكن هي عشان حب الموضوع جابت كاميرا شترت كاميرا من مصروفها كاميرا غالية يعني وبتصور بيها وهي حب التصوير وحب الإخراج وبنقض نتناقش في الأفلام وبالزيد كمان لو ولادي الاتنين بقى مهتمين بالأفلام الأجنبي فإحنا بنقض نتناقش في الأفلام الأجنبي معاهم هي بتحب الدراما والمسلسلات العربي فبنقض نتناقش في الشخصية طب انتش شايفة الشخصية دي صح ولا غلط مثلا مسلسلات اللي بتبقى فيها الجدلية شوية ده حقيقي احنا طول الوقت بنتكلم في الفن يعني حتى القضية الجدلية بتاعت ليه لأ بتاعت أمينة خليل لما استقلت بحياتها قلت لها طب انت ايه رأيك قلت لها انا عجبني الفكرة طب ليه لأ فقلت لها بس انت يخدي بالك زي ما المسلسل طرح بعد كده ان لأ انت في خطورة في حاجاتها تحصل فبحاول ادي مسجات من خلال اللي حابنتفرج عليه فأما بدأت أمينة خليل تعاني من العيشة الوحدة قلت لها أنا بدأت خاف لأ الموضوع مش لصيف فالفن الحقيقي أو الهواية المشتركة مع الأهل أظن بتقطع شود كبيرة قوي من حتة التربية والأوامر والأوردرز وانت المفروض تعمل أو ما تعملش لو فيه هواية مشتركة وده نفس الحكاية يعني والدهم مع ولادي البلاي ستيشن والكورة فبرضو بيقدر يمرر حاجات تربوية خاصة بالموضوع ده انت بتحب التوجيه المباشر ولا الغير مباشر؟ لا الغير مباشر لأن أنا كانت مشكلتي مع ابني مثلا بحاول إليه هواية أو له ما ينفعش وما يبقلكش هواية ما ينفعش ما عندكش شغف زي ما أختك شغف هالفان انت كمان يزي ما عندك شغف فلغاية ما لقى الشغف بتاعه في الكورة أو كورة اليد تحديدا فهنا تتطمن على ابنك إن بقى فيه حاجة الواكل الاتطاقة اللي ممكن تبقى محطوطة في تراك انت شايفه ومأمنه وشايفه لطيف وفي نفس الوقت ما فيش اتكالية وما فيش لأن فيه كتير أولياء أمور أنا كنت داما بختلف معهم ففكرة إن أنا اللي بأعمل ليبني كل حاجة أنا اللي بأصحية أنا اللي بأكله أنا اللي بأقوله يلعب إيه طب هو فين هو عايز إيه لا لازم بيأتحمل مسؤولية ده بناء الشخصية بالضبط ففكرة بناء الشخصية منه وهو طفل تعرفه إيه شغفه تعرفه إيه للرياضة اللي هو حبيبها إذا كان عايز يلعب رياضة أصلا لا لا ممكن يكون هويته مش ناحة الرياضة هي الفكرة كلها إن أنا إزاي أعرفه مفاتيح شخصيته إن فيه تحمل مسؤولية إن أنا مثلا دلوقتي ما فيش موبايل أثناء الدراسة موبايل في الويك أند فهو بيستنى يوم الخميس دا يعني عشان ياخد إفراج فالحتة دي وبعدين دلوقتي فيه كمان على جوجل واضح إنها option بقت لطيفة جدا فكرة إن أنت إن ده طالب فبدأ جي الساعة 9 بالليل لقيته راح عامل شات داون للجهاز وقدرش تفتحه أصلا فلقيته هو بيعيط بيقولي أنا ما عملتش حاجة أنا ليه بيقفلوا ليه النهار عصبية ولما جيه إن هو ما ينفعش يفتح applications معينة ولا يوتيوب ولا أي حاجة طول الوقت فهو طبعا برضو قاعد يعيط يقولي أنا ما مسكتش الجهاز غير 3 ساعات بس 3 ساعات ودقيقة الموبايل بيقفل طيب ده من الحلول الزكية طبعا عشان نرشد استهلاك الإنترنت